إذن يستعد الجميع لانطلاقة أول شواط الأمسية من مسافة الميل للجياد المبتدئات إذن ينطلق الآن سيداتي أنساتي سادتي الشوط الأول على كاسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة للجياد المبتدئات إنتاج محلي بانطلاقة 14 من الجياد الإنتاج المحلي إذن جديل هي التي تتصدر السباق بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة المرشحة الأولى مرياح مع بريد دويل إذن هنا انطلاقت أيضا هاي رولر هاي رولر هو الذي تصدر السباق بينما تخطف الصدر من قبل مرياح المرشحة الأولى والحائزة على المركز الخامس في هذا السباق في العام الماضي هاي رولر بوحدات السياج في المركز الثاني وجديل تاتينا ثالثا بينما المركز الرابع أيضا حسب بقياة الفارس علي سمير والمركز الخامس إذن مرياح لا زالت هي التي تغرد على صدارة هذا السباق المركز الثاني جديل بينما أيضا المركز الثالث هناك هاي رولر والمركز الرابع حسب بينما خامسا إذن هنا الدخول في المناطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية ولا زالت مرياحي التي تتصدر السباق الآن الذي تنحدر من سلالة بوكر بي والأم سبروفيدنز إذن مرياحي التي تتصدر السباق الآن وهناك أيضا محاولات من قبل جديل إذن مرياح وجديل إذن مرياح لا زال هو ليتصدر السباق وهناك أيضا محاولات من قبل جديل بقيادة كونور بيسلي لكن بريد دويل مع مرياح لا زال هو ليتصدر السباق الآن وهناك محاولات من قبل البارع أيضا لكن مرياح تقترب الآن من انتزاع الشوط الأول من هذه الأمسية إذن مرياح هي بطلة الشوط الأول المركز الثاني جديل البارع في المركز الثالث بينما المركز الرابع جاء به الزاجل إذن المرشحة الأولى هي من تقص شريط الأمسية مع بريد دويل وتخطف أول شواط الأمسية على كأس سمو شيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة بشعار سمو شيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة